اشتركوا في القناة وانتقلوا لنتفلكس ومعاهم العرض الاول للموسم التالت والتلات مواسم اللي اتعملوا دول هما في الاساس استكمال لقصة دكارة تي كيد دكارة تي كيد الفيلم الحلو جدا اللي انا حاولت اشرح اهميته وحاولت اشرح قيمته الفنية وقيمته الثقافية في فيديو استثنائي عملته لمراجعة الفيلم موجود لينك لي في الدسكريبشن تحت وقتها ما كنت شفت لا الموسم الاول ولا التاني من كوبرا كاي وبعد كده شفت الموسم الاول ووقعت في غرامه وأجلت مشاهدة الموسم التاني عشان اشوفه قبل بداية عرض الموسم التالت على طول بحيث احداثه تبقى حضرة في ذهني ومرجعش اتعب عشان افتكر ايه اللي كان بيحصل والخطة دي نجحت جدا لارضائي كمشاهد بس للأسف ما ثابتش فرصة ان انا اراجع الموسم الاول والتاني في المراجعة دي حموشير كتير للموسم الاول والتاني بس تركزنا الاهم على مستوى المراجعة هيكون على الموسم التالت فقط وطبعا في منقشة احداث الموسم التالت حموشير لاحداث حصلت في الموسم الاول والتاني بقدر معقول من الحرق فاللي ما شافش الموسم الاول والتاني من مسلسل كوبرا كاي افضل يقفل المراجعة دي دلوقتي ويبقى يرجع لها لما يشوفه اما اللي لسه ما شافش الموسم التالت ففي الحلقة دي مش حنتعمد حرق اي حاجة في احداثه احداث الموسم التالت بتنطلق من حيث انتهت احداث الموسم التاني أخي بكلمة ممكن أي حد يسمعها في مراجعة أي موسم لأي مسلسل تلفزيوني وطبعاً الموسم الـ 12 بيبتني من حيث انتهى الموسم الـ 11 والموسم الـ 11 بيبتني من حيث انتهى الموسم العاشر مش محتاجة فلسفة يا عمي بس المهم انتهت فين أحداث الموسم الثاني انتهت أساساً بميجال وهو في غيبوبة بعد الخناءة المجنونة اللي انطلقت في المدرسة الثانوي واللي انتهت برقلة من روبي وقعت ميجال من الدور الثاني دخلته في غيبوبة وقدت لروبي انه يحاول يهرب اللي حصل لميجال بيتسبب في كارثة كبيرة لجوني اللي بيهمل الكوبرا كاي وبيرجع تاني للشرب والسكر خصوصاً كمان بعد ما بقى مرفوض من كار من والدة ميجال على الجانب الآخر دانيل بيجعل مهمته الأساسية هي انه يلاقي روبي خصوصاً بعد ما غضب المدينة العام تجاه الكراتيه بيؤدي لان مياجده يتوقف عن العمل سام بتحس بذنب كبير وبتحمل نفسها مسئولية اللي حصل وأماندا والدتها بتحاول تحتوي القدر المرعب من المشاكل ده خصوصاً وإن في مشكلة أكبر بتهدد العيلة كلها وهي معاناة معارض السيارات بتاعتهم في جذب عملاء جدود فيا ترى ايه اللي حيحصل زي ما قلت سريعاً جداً الموسم الأول من كوبرا كاي وقعني في حبه الطريقة العبقرية اللي عكسوا بيها الآية اللي بيها جوني بقى بينتمي لطبقة الفقراء المعدمين ودانيل بقى بينتمي لطبقة الأغنياء المسيطرين وإزاي الطبقة الاجتماعية الجديدة بتاعت اللكنين بقت بتملي عليهم كثير من تصرفاتهم عجبني كمان جداً إن ما كانش فيه توازن في الطرح الموسم الأول كان تقريباً قصة جوني دانيل في أغلب الأوقات كان مجرد شخصية مسندة ده بالإضافة طبعاً لكل التقديمات بتاعت كل الخطوط الفرعية اللي حصلت بعد كده مثلث الحب بتاع سام وميجال ورابي صراعات التنمر والتحول المرعب اللي حصل لإيلاي ووصله لشخصية هو رحلة دانيل في مجال الأعمال مراحل تغلبه على غياب مستر مياجي بحث جوني عن هدفه وغرضه في الحياة تضارب رؤيته تجاه كوبرا كاي مما كانت عليه لما يحب أن تتحول له ودي الحاجات اللي تم تناولها بتفاصيل أكبر في الموسم الثاني اللي في تقدير الشخصي كان أقل شوية من الموسم الأول وده بسبب التكرار في بعض المشاهد وبسبب التركيز أكتر على اللي بيحصل في المدرسة وتغيان أجواء الحرب ما بين مدرستين الكاراتي اللي قدت في النهاية للمعركة الدموية اللي كانت في نهاية الموسم واللي في تقدير الشخصي كانت حاجة غريبة جدا على أجواء المسلسل لحد النقطة دي لو الموسم الثاني كان فيه العيوب دي مع شوية مميزات فالموسم الثالث مميزاته قلت وعيوبه زادت وبالتحديد في النص الأول من الموسم المكون من عشر حلقات لاني لما وصلت للحلقة الخامسة كنت بفكر جديا أني ما كملش مشاهدة أول خمس حلقات في الموسم الثالث من كوبرا كاي فكروني بعمة أيوب في مصرحية الجوكر لما كان بيستعبت لما كان بيمشي عشر خطوات وبعدين يرجع بمزاجه خمستاشر خطوة كل اللي كنا بنبنيه على مدار موسمين فجأة كده رجعناه وقعدنا خمس حلقات عمالين نهري في المهري عشان نرجع تقريبا لنفس النقطة فيه طبعا بعض الإضافات على بعض الخطوط الدرامية ولكن وهية جدا وأكتر حاجة معجبتنيش في نهاية الموسم الثاني تكررت كثيرا في بداية الموسم الثالث حرب الكراتيه الدامية اللي كان صعب علي أصدق أنها بتحصل في اليومين دول العيال بترجع شبه متشويها لأهلها وما فيش أي عواقب كل اللي بنسمعه شوية اعتراضات وشوية شجب وكله شبه بعضه مهما تصعدت الأحداث رد الفعل واحد حتى الخطوط الجذابة اللي كنت بتكلم عليها دي دخلت في دوائر مفرغة جوني ينبسط ينجز يحبط يشرب دانيل يمر بمشكلة يكتئب يتأمل في البحر يلاقي الحل سام أخصمك آه أسيبك لا روبي ولنا جوايا ومش داري اللي اتنين في بعض يمكن ميجال اللي حقيقي فعلا الأرك بتاعه نقدر نقول إن هو تحرك باستخدام أحد أرخص الحيال الدرامية في التاريخ بس على الأقل تحرك التعامل مع ملف التنمر كله على بعضه بقى شبه 13 reasons why غريبة اللي حصلت بعد كده ولكني ما توقفتش عن المشاهدة وده له أسبابه السبب الأول اللي ما خلنيش أتوقف عن مشاهدة الموسم الثالث من كبركا يوصولا للحلقة الخامسة هو جاني آه صحيح الشخصية بتاعته دخلت في دايرة مفرغة آه صحيح صراعه مع دانيل بقى هزلي شوية بس في خطوط تانية فرعية تخصه كانت في منتهى الجاذبية جاهله بالتكنولوجيا مراهقاته العاطفية اللي تحلته أمام اللي بيحصل لميجال والابن رابي إحساسه بالضقالة قدام جون كريس واللي أهم من ده كله الأداء التمثيلي بتاع ويليم زبكة واللي مش حنكر لما أقول إنه هو أكتر عنصر جذاب بالنسبالي بداية من الموسم الأول ودي من عبقريات العالم بتاع داكرة تيكيد إن أكتر شخصية كنا المفروض نكرهها من أول فيلم أصبحت أكتر شخصية أنا شخصيا بحبها في المسلسل والسبب التاني اللي خلني ما توقفش عن المشاهدة هو الفضول عالم داكرة تيكيد المتكون من عدد من الأفلام بالإضافة لثلاث مواسم تلفزيونية لحد دلوقتي أنا بقيت مواطن فيه حتى لو متدايق منه صعب قوي أسيبه وامشي وده مع الوضع في الاعتبار إن رصيده كله عندي هو فيلم وموسم حلوين بس معلش أنا لازم أعرف إيه اللي حيحصل لحد النهاية والحمد لله إن الخمس حلقات الأخيرة في الموسم حسنوا الدنيا شوية وده بسبب ظهور شخصية من الماضي وظهور شخصيات الماضي في المسلسل وخصوصا في الموسم الثالث من نقاط الضعف لإن كتير منها كانت تكريمي أكثر وإضافته على الأحداث مش كبيرة بس الظهور ده بالتحديد كان بيساعد في دفع الأحداث للأمام في دفع علاقة جوني ودانيال للأمام في وضع تحليل وعنوان واضح لمشكلتهم مع بعض وتوصلنا لنقطة نحب منها نشوف موسم جديد وهو موسم مؤكد خلاص الموسم الرابع حيحصل وأتمنى من كل قلبي ما يقعش في نفس الأخطاء في حاجات كتير لازم المسلسل ده يتعلم يتخطاها أنا مش حمل لفة تانية ما بين دانيال وجوني أنا مش حمل لحظات درامية إضافية ملهاش معنا كل اللي بيحصل فيها هي محاولة استعراض أداء تمثيلي مش موجود من الأساس شوية التمثيل اللي كانوا عند رالف ماكيو راحه الراجل من أول الموسم الأول وهو بلاطة الشباب الصغيرين كلهم تقريبا باستثناء رابي ما عندهمش إمكانيات تمثيلية يا جماعة أنا قد كلمتي الوحيد اللي بيمثل في المسلسل ده هو ويليام زابكا بس جامد جدا بدل لزيم إصرار مخرجين الحلقات إنهم يخلقوا تمييز فني وتقني من خلال تصويرهم لمشاهد المعارك تعبان جدا كانت كويسة شوية في الأول بس بعد كده بقت عملة تقرر في نفسها وفي تصميم على إننا نعمل جواها لقطات متتالية وده بيوقع المؤديين في مشاكل وبتضطر تكمل عليها فكان إيه لازمته من الأول نتعلم حاجة من ذكرتي كده الأولاني يا جماعة اللي مشاهد المعارك اللي فيه كانت قليلة بس كان فيها اجتهاد وفيها منطقية وفيها عواقب تتناسب مع الأيام للأحداث كانت بتدور فيها وفي النهاية تبعت رسائل المجتمع ممكن يستفاد منها رسائل الموسم الثالث بالتحديد من مسلسل كوبرا كاي في ملف التنمر مشوشة ومش حكون ببالغ لو قلت إنها ممكن تتسبب في كوارث أو في أقل الأحوال نعملها باستخفاف على أساس إن ده مسلسل هزلي وده شيء يديقني بصراحة لإني شايف إن العالم ده كله على بعضه يستاهل أفضل من كده وارد جدا وإنا بتكلم عن الموسم الثالث من كوبرا كاي أكون ببالغ شوية يمكن الأهمية بتاعت العالم ده وهم أنا بس اللي عيشه وبناء عليه حطي التوقعاتي في مكان مش واقعي يمكن المفروض أستسلم لإني بتفرج أكتر على حاجة شبه السوب أوبرز واستمتع باللي أنا لسه قادر أستمتع به وهو شخصية جوني أولا وأخيرا بالإضافة للكوميديا الكوميديا شغلة كويس على فكرة أعتقد ده اللي هيحدده هو الموسم الرابع من المسلسل اللي زي ما قلت لسه عندي أمل إنه ينتصر للي أنا منتظره من المسلسل تقييمي للموسم الثالث من مسلسل كوبرا كاي هو ستة ونص من عشرة وده بعد تبسيط توقعاتي إلى حد كبير لو بنقيس على توقعاتي الأساسية الدرجة تطلع أقل من كده كمان في مناقشة الحلقة عاوز أعرف إيه من أفلام التمانينات اللي كان بينظر لها دايما باستخفاف شايفين إنها فيها الوزن الكافي إن يتم إعادة صياغتها بمفردات النهاردة ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شار ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول تابعوني على فيسبوك وطويتر ونمو بلجو و باي باي